موسيقى السلام عليكم أهلا وسهلا أستاذ نوردين الخادمي وزير فريندينية على قناة القلم الفضائية في هذا اللقاء الخاص ونبدأ بموضوع الساعة ولو موسم الحج وفي هذا الخصوص أجرت وزارة الشؤون الدينية عملية تقييم لموسم الحج السابق 2012 من حيث نتائج ومختلف نقاط القوى والضعف فما هي الإيجابيات التي ستتدعم في هذا الموسم الحالي الجديد وما هي السلبيات التي سيتم تجاوزها وتلافيها ولماذا رافقتكم عملية التقييم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله شكرا لكم على هذا اللقاء بالنسبة إلى تقويمنا للحج في العام الماضي قمنا بهذا التقويم وبناء على عدة تقويمات جزئية من المتدخلين في موسم الحج من المرافقين والمرشدين ومن البعثة الإدارية وحتى من عموم الحجاج وبعض الجمعيات وأعلننا هذا التقويم وبيناه للرأي العام وهو موجود في عدة مواقع وتوصلنا فيه إلى كما هو معروف في أي تقويم توصلنا فيه إلى إيجابيات ومحاسن وإضافات وإلى أيضا نقاص وسلبيات أهم هذه المحاسن هو أن مشهد الحج الماضي تأسس على العدالة في توزيع الحصة المخصصة للشعب التونسي وزعت على المعتمديات وفقا لنسبة الحجاج وبناء على مقياس الأقدمية في الترشح والحمد لله تابعنا هذا خطوة بخطوة إلى آخر مدة الموسم قبل الانطلاق ونحن نعتبر أن هذه نقطة إيجابية جدا النقطة الثانية أيضا هو الجانب التوعوي والإرشادي في مجال الفقه والدين وفي مجال الترتيب والتنظيم وأيضا قمنا باجتهادات عام الماضي من حيث السكن حتى نقوم التجربة وقد اضطررنا إليها اضطرارا شديدا عندما خرجنا من المنطقة المركزية في بعض السكن بناء على ما تم هدمه حوالي 75% من الفنادق المحيطة بالحرم تم هدمها واضطر كل المسلمين ليس فقط التونسيين واضطروا إلى الخروج من المنطقة المركزية على العمومة والسلبيات هناك سلبيات ترتيبية سلبيات تنظيمية سلبيات أيضا تتعلق بالوعي بوعي البعثة ووعي الحاج سلبيات تتعلق بالسن حيث أن أغلب حجاج تونس هم من كبار السن عندنا أكثر من 30% فوق 75 سنة اللي فوق 50 سنة 83% وشوي يعني أغلب الحجاج هم كبار في السن هذا يعطي أعباء إضافية كيف سيتم تجاوز هذه الحجاجات؟ نحن بالنسبة لهذا ندخل مباشرة إلى استعدادنا هذا العام هذا العام إن شاء الله أقمناه أولا على تنظيم هيكلي يضبط المهام والمسؤوليات وآلية التنسيق والتواصل بين كل المتدخلين في الحج من أجل حسن التأطير وحسن التوجيه وحسن الأداء وحسن السير ثم وضعنا خطة تشغيلية تتفرع إلى خطة تفصيلية هناك خطة في التسكين هناك خطة في الترحيل خطة في المطار خطة في عرفة تصعيدا ونفرة خطة في ميناء ومزدلفة وهناك خطة في الإرشاد الديني وخطة في البعثة الطبية أكثر من عشر خطة تفصيلية جزئية موضوعة بدقة وبعد تشاورات وبعد مباحثات وأيضا بناء على خبرات في السابق هذه الخطة التفصيلية سنصهر على تنفيذها بدقة وتحميل المسؤولية لكل من يشرف على هذه الخطة من البعثة الإدارية من المرافقين والمؤطرين والمرشدين والبعثة الصحية والإدارين إلى آخره أيضا بالنسبة إلى التوعية الدينية هذا العام اعتبرنا أن التوعية الدينية شرط أساسي لضمان حسن أداء الحج من حيث صحة أداء الحج شرعا ومن حيث السهولة والتنسيق وضمان السلام إن شاء الله لحجيجنا الكرام هناك دورة تكوينية لمدة ثلاثة أيام للإخوة المرشدين والمرشدات نظمت في وزارة الشرعين الدينية قدمت فيها محاضرات ودروس وأيضا فتاوى وطريقة أجوبة وبرنامج في الفتوى في ترتيب الفتوى في ميناء في عرفة في الطواف في الإحرام في الطائرة إلى آخره وبالنسبة إلى التوعية الأخرى قمنا بهذا الجانب نحن نعتبر أن حجنا هذا العام قد تأسس على تنظيم محكم وعلى تحديد المسؤوليات بدقة وأيضا على المسائلة والمحاسبة عند المخالفة والتجاوز وأيضا أقمناه على التعاقد فكل شخص عضو بعثة إدارية سيلتزم ويتعاقد على أداء المهمة التي أسندت إليه أداءا دينيا شرعيا وقانونيا وإنسانيا بحسب مستطاعة وهذا سيكون حافزا لزيادة إحكام التأطير وتنفيذ هذه الخطة بإذن الله تسبب الأسكان وخاصة في مكة المكرمة في ظهور صعوبات كبيرة لدى حجاجنا الميامين واضطرهم النقص الفدح في وسائل النقل إما البقاء في النزل أو المشي على الأقدام فكيف ستتصرف الوزارة هذه السنة في تحسين ظروف الإقامة؟ أولا نحن هذا العام كل السكن في مكة وفي المدينة هو في المنطقة المركزية بحيث ليس هناك اضطرار لاستخدام الحافلة أو استخدام السيارات بل أن الذهاب إلى الحرم المكي أو الحرم المدني سيكون مشيا على الأقدام وليس هناك وسائل النقل كما ذكرت الفنادق في المدينة هي قريبة من الحرم قربا معقولا ومناسبا وفي مكة كذلك المساكن الفنادق قريبة من الحرم وفقا لطبيعة السكن في الحرم يعني تعرفوا للحرم تحيط به فنادق فيها اللي يبعد عنها ألف متر وفيها ألفين متر وفيها أقل وفيها أكثر نحن اعتمدنا هذا العام لحد الأوسط بحيث المسافة بين الفنادق والحرم في مجملها حوالي ألف متر كيلو متر يعني أو أقل أو أكثر بقليل التقدير الزمني للذهاب إلى الحرم هو بين عشرين دقيقة أو ثلاثين دقيقة نصف ساعة أو أربعة دراج بحسب الذهب من حيث كبره من حيث سرعته ومشيه من حيث الازدحام أيضا من حيث الاكتظار فإن شاء الله بين عشرين دقيقة أو ثلاثين دقيقة يصل الإنسان إلى الحرم ربما أقل إذا كان الطريق معناها ما فيش ازدحام وإذا كان هو خطط سريعة على العموم هذا شيء معقول ومنطقي جدا وسيدرك الحجاج أنهم سيجدون كثيرا من الحجاج الآخرين يسكنون أبعد منهم وأقر منهم المهم نحن في المنطقة المركزية المهم مثلا مش حافلات مثلا مش وسائل نقل كما ذكرت ومع هذا نقول دائما للحجاج الكرام وأن الحج عبادة وأنه عمل فيه مشقة وفيه صعوبة وفيه يعني قوة بدن ولازم فيها راحة نفسية ولازم فيها راحة بدنية ولازم فيه صحة ولازم فيه صبر وثبات ولازم فيه تضحية لأنه رحلة إلى الله سبحانه وتعالى ولأنه كل خطوة بحسنة كما نقوله والأجر بقدر المشقة كما قال العلماء تعامل جماعة الشركة الوطنية الخدمات والإقامات مع المرشدين بغلاظة خاصة في السنة الفارطة وصل بهم الأمر إلى إخراج المرشدين من نزل كدي على ما أظن وتحويلهم فجرا إلى نزل العزيزية فهل سيحترم المرشدون لا هذا نحن نقول تعاملنا مع كل المعنيين بموضوع الحج من الشركة فقد تم التعامل بغلاظة وهذا عن تجربة في الموسم الفارط لا لابد أن نتعامل بدقة وبتثبت حتى لا نقع في ما لا يجوز نحن من حيث المبدأ وقديما أو حاليا أو مستقبلا وخاصة هذا العام مشهد الحج تأسس على تعاون وشراكة وعلى اتفاق صريح وضمني من أجل إنجاح هذا الموسم وتقديم ما يلزم من التفاهم والرضاء والتنازل حتى إذا كان فيها ضرور للتنازل بناء على أن هذه شعيرة إسلامية ركن من أركان الإسلام وأن أي إنسان يقدم فيها خطبة أو عونا ما سيكون له أجره عند الله سبحانه وتعالى وسينال دعوة الصالحين ودعوة الحجاج وسيكتبره ربنا سبحانه وتعالى الأجر والخير والصحة والسلام والعودة الآمنة إلى بلده خلاف هذا من أي تشنج أو إرباك أو عدم القيام بالواجب أو التقصير في حق الحاج هذا طريقه مذموم ومآله والعياذ بالله وخيم وقد يرتقي إلى الإثم العظيم إذا كان الإنسان بسبب إهماله مثلا توفي حاج أو تعب تعبا شديدا فهو بهذا يكون قد تسبب في إثم أو باشره وهذا كله محرم في الدين وممنوع في القانون وفي العلاقات الإنسانية نحن هذا العام إن شاء الله مشهد الحج هو مشهد إسلامي كما ذكرت ديني وهو أيضا مشهد تونسي وطني فليس هناك شركة وزارة ورئاس حكومة ورئاس جمهورية أو هناك معارضة وهناك حكم لا الحج كل الناس يستوون مع بعضهم في بلد الله الحرام أغنياء فقراء حكام محكمين مرافقين مؤطرين مرشدين صحيين أو عموم حجاج أثبتت التجربة أن سلبيات توفير الإعاشة للحجاج أكثر من إيجابيتها فهل ستتحمل وزارة أو شركة وطنية لخدمات والإقامات مسؤولية الاستغناء عن الإعاشة؟ هو مسألة الإعاشة أو عدمها مسألة تقديرية اجتهادية العام الماضي جربنا أول مرة الإعاشة لكن بعد ذلك وبناء على التقويم الذي ذكرناه وبناء على كلام أهل الخبرة من الإخوة في البعثة الطبية ومن الإخوة في البعثة الإدارية عموما وحتى من الحجاج أنفسهم وجدنا أن الإعاشة هذا العام يتوقف عنها لما أفضت إليه في العام الماضي من مشكلات صحية ومشكلات أخرى بحيث قلنا بأن إعادة هذه المشكلات وخاصة الأعباء الإضافية الصحية بسبب الطعام كما ونوعا وعادة وطريقة هذا أدى إلى زيادة بعض المشاكل الصحية خاصة لدى بعض المرضى لدى بعض كبار السن وأيضا هناك أمور أخرى فلذلك رأى الإخوة وبعد نظر كبير وبعد تشاور في هذه المسألة من لجنة الوطنية الحج والعمرة من كل المعنيين متدخلين من الوزارات من الأطراف المختلفة رأينا أن الإعاشة يستغنى عن هذا العام لكن الإعاشة موجودة بالنسبة إلى عرفة وبالنسبة إلى أيام ميناء ففي عرفة وفي الأيام الثلاثة للميناء هناك عاشة لأنه يتعذر على الحاج يتعذر على الحاج أنه يأخذ طعام ويشري طعام ولذلك البعثة أمنت لهؤلاء الحجاج الطعام والشراب في يوم عرفة وفي أيام ميناء هل تفكر الوزارة في إعادة النظر في أعمار حجاج بيت الله الحرام بحيث يفتح المجال للمستطيعين فعلا هو شرط الصحة مطلوب سواء بالنسبة إلى الكبير أو بالنسبة إلى الصغير يعني شرط الصحة وشرط السلامة البدنية والسلامة الذهنية وأيضا شرط القدرة المالية هذا أمر مطلوب شرعا ومطلوب عرفا وتعاملا وإجراءا فالضابط في هذا هو السلامة والصحة وبالنسبة إلى الكبار إذا كان عندهم صحة وسلامة لا يجوز لنا أن نمنعهم من أداء فريط الحج ما يمكن لإنسان أن يكون سببا في منع الحج بالنسبة لهؤلاء الكبار الأصحاء وهم ينتظرون الحج منذ سنوات ويتشوفون إلى الصلاة في البيت الحرام وإلى الطواف والسعي وغير ذلك من أحكام الحج لا يمكن أن يجي واحد في فترة الثورة أو في فترة الدولة الجديدة أو في فترة حماية الشعائر وإعطاء حقوق الناس أن يجي يقول لا الكبار نمنعهم أو نقلل من أعدادهم لا الضابط في هذا هو الصحة والضابط في هذا هو مقياس الأقدمية في الترشح والضابط في هذا هو النواحي الشرعية والنواحي الإنسانية ولكن مع ذلك نحن نقول بأن الكبار لابد أن يفكروا بأن لا يذهبوا وهم متعبون أو هم مرضى أو هم يعني ربما عندهم موانع صحية وموانع ذهنية عقلية لا تمكنه من القيام بالحج على أحسن وجه إذا إنسان مصاب مثلا بفقدان الذاكرة أهله وأولياءه لا يجوز لهم أن يرسلوه إلى الحج لأنه هذا إثم وهذا ضرر بهذا الإنسان المريض أيضا واللي مش ممكن يتحرك أو عنده عناية طبية مستمرة أو غير ذلك هذا لابد هو بنفسه يقتنع ولابد أهله يقتنعون ولابد الطبيب والمفتي والخطيب والإمام والأخ والصديق والجار كلهم يعملون من أجل إقناعه بعدم الذهاب إلى مكة للحج لأن هذا فيه ضرر على نفسه وضرر على أهله وضرر على البعثة كلها ما ردكم على أولئك الذين يقولون بأن تحديد قائمة المرشدين والمرافقين تقوم أساسا على الولايات الحزبية؟ نحن لا لتسييس الحج ولا لا اعتبار الحج موضعا للتجاذب الحزبي والسياسي الحج عبادة شعيرة حق من حقوق الإنسان يحكمه نظام وترتيب وعدل ليس تحكمه الأهواء وتحكمه الولايات هذا كلام ليس طيبا ولذلك نقول بأنه لا لتسييس الحج ولا لتسييس الدين ولا لتسييس المساجد أما بالنسبة إلى البعثة فالبعثة محددة من السلطات السعودية عدد البعثة وهو 430 هو عدد تحدده الجهات السعودية مثل ما تحدده للجهات الأخرى ونحن في الداخل نقسم هذه البعثة عندنا 90 مرشدا دينيا وعندنا 81 أو 82 بعثة طبية وعندنا الخطوط التونسية فوق الأربعين يعني ذات ما محدد وعندنا الباقي هم المؤطرون والإداريون والذين يختارون بناء على مقياس ليس بناء على الأهواء أو بناء على الولايات من ادعى أنه فيه بناء على الولايات أو التوظيف الحزبي فعليه بالبينة قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين البينة على من ادعى واليمين على من أنكر أما أن يدعي هكذا اتهاما وليس له معطيات هذا كلام باطل واتهام خطير لا يدل على صدق هذا الذي يتهم وكثير من هؤلاء الذين يتهمون الوزارة أو يتهمون الدولة بأنها فعلت كذا ليس حتى عندهم المعلومة الصحيحة وليس عندهم البيانات الكافية التي تدل على أنهم ذووا معرفة بهذا الملف فضلا عن البناء عليه من التحليل والتعليق فالبعثة واضحة وبالنسبة لهذا العام المرشدون أخذناهم بالنسبة للمرشدون الدينيون أخذناهم بالقرعة بحسب الترشحات وبالنسبة لأيمان الخطباء 24 إيمان على كل ولاية إيمان خطيب قدمت ترشحات حوالي 200 أو أقل شوية من 200 وشكلت لجنة من خمسة أعضاء ثلاثة من جامعة الزيتونة وشخصان مديران أو كواهي مديرين في وزارة شؤون ديني لجنة خماسية وقامت باختبارهم لمدة أربع أيام وفي الآخر استقر الأمر على اختيار 24 إيمان خطيب على كل ولاية وعلقت النتائج والعملية بشفافية وبموضعية وبعدال وبالنسبة للمرافقون أيضا شكلت لجنة ربعية على مستوى رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية ووزارة شوندينية وشركة وقامت بأيام طويلة من العمل والإعلان عن الترشحات والنظر في الملفات وفرزها ثم إجراء مقابلة ثم تم قبول عدد معين من هؤلاء واعتذر للآخرين وهذا العمل بهذه الشفافية وبهذه الموضعية لا سيما نحن وجدنا أنفسنا في الدولة الجديدة منذ سنتين وجدنا أنفسنا أننا نعمل من غير أساس قانوني قديمي وأنما كان القديم يستخدم إجراءات معينة ومسارات معينة ليس هناك تنصيص قانوني ليس هناك إطار قانوني ولا فاجتهدنا نحن بإطار مضبوط إجراء إداري مضبوط تشاركية مع المعنيين ووضوح وشفافية في انتظار تأسيس قانوني دقيق وواضح يضبط المشمولات والمهام والطرق في هذا الموضوع في البعثة كلها مرافقين ومرشدين وبعثة طبية وغيرهم نختم المحور الأول وهو موسم الحج بهذا السؤال أطلقت وعود عديدة في السابق بعدم الترفيع في معلوم الحج لكن ما نلاحظ وجود معناها الترفيع في هذا المعلوم سنة 2012 معلوم الحج ستة ملايين وسبعمائة وتسعة واربعين وفي هذا الموسم الحالي ارتفع أيضا معلوم الحج إلى سبعة ملايين واربعمائة وخمسة وسبعين ما تعليقكم؟ تعليقي هو أدعوكم في قناتكم الكريمة إلى تخصيص حصة كاملة لا تقل عن ساعة للحديث عن التسعيرة وبيان عناصرها وأركانها من المتخصصين سواء داخل المشهد أو من المتخصصين الاقتصادين خارج المشهد أدعوكم إلى هذا لا يمكن الجواب عن هذا السؤال في كلمة عابرة لنفهم لماذا التسعيرة بهذا الشكل ولكن المبدأ الذي اعتمدناه هذا العام هو التخفيض ما أمكن ولا أخفي سرنا عندما أقول بأن موضوع التسعيرة أخذ مننا حوالي عدة أسابيع ونحن نناقش في اتجاه التنقيص ما أمكن هل هناك خطة أو برنامج صلبة الوزارة في التعامل مع الوعي الديني للمواطن وتكفيف حمالات أو تحسيس للوعي الديني للمواطن الأصل أن الوعي الديني والتوعي الدينية أمر لابد منه بالنسبة إلى شعبنا وكل فئاته وجماعاته ومكوناته هذا الوعي الديني تقوم به جهات عدة المدارس المعاهد الوزارة المساجد الجوامع إلى آخره فكل هذا أمر مطلوب ونحن الآن من جهة وزارتنا نقوم بهذه التوعي الدينية على مستوى الخطابة والدروس في المساجد والجوامع وعلى مستوى الندوات والدورات وعلى مستوى ما تصدره الوزارة من كتابات ونشريات وعلى مستوى ما تقدمه من برامج إعلامية في الإذاعة وفي بعض التلفزات وفي بعض الصحف وهذا طبعا يحتاج إلى زيادة جهد وإلى زيادة تنظيم وأحكام في اتجاه أن هذه التوعي الدينية ستبني الإنسان المواطن الصالح في تونس وستجعله إن شاء الله إنسانا متمسكا بهويته معتزا بدينه مسهما في بناء بلاده تجعله ذلك الإنسان الذي يعطي وينفق ويضحي وأيضا ذلك الإنسان الذي يتمتع بحقه وكسبه أي بناء الإنسان الواجب كبناء الإنسان الحق لأن التوعية الدينية هي توعية مهمة في تنمية الموارد البشرية في تنمية الموارد الذهنية في تنمية الموارد الاقتصادية وغيرها نعتبر أن التوعية الدينية خير طريق لإيجاد الإنسان السوي الصالح المعتدل المتوازن الذي ليس في فكره أو تصرفه إفراط أو تفريط هل صحيح أن العدد الكبير من المستشارين في وزارتكم أفقدها التماسك والتوازن في الأداء؟ كم هو عدد المستشارين؟ كم؟ هم يقولون عدد من المستشارين عندما أسألهم كم لا يجيبون لا يعرفون عدد المستشارين أنا سمعتك في تصريحات أخرى قلت عندي أربع مستشارين طيب نحن نقول أربع ونقول ثلاثة يعني عندما يتحدث عن عدد من المستشارين في وزارة الوزارة يعني لابد لها من مستشارين المستشارين أنا أسألتك ليس لإحراجك أختي وإنما كأنني أسأل من يقول هذا كما أنت ناقل عن الآخرين من أجل معرفة الرأي وتوضيح الرأي هذا شيء طيب وهو عمل إعلامي نقدره ولكن مع ذلك نحن نقول أثيرة قضية ليس لها وجود أصلا في الوزارة الذين لدينا ليسوا مستشارين هم أعضاء بالديوان أو مكلفون بمأمورية وهذا أمر جرت به العادة في كل الدول وفي كل الوزارات حتى في الغرب وفي أوروبا هناك وزارة فيها ملحقون بالديوان لأن الديوان مؤسسة هي تابعة للوزارة تقوم بتنفيذ سياسة الوزارة وهناك يلحقون بالديوان لاعتبارات تتعلق بالوظيفة وتتعلق بالنشاط وتتعلق برسالة الوزارة ملحقون بالديوان يكلفون بملفات يكلفون بقضايا معينة من أجل دفع عمل الوزارة ونحن عندما دخلنا هذه الوزارة وجدناها ضعيفة أو هشة كما هو معروف فألحقنا عددا قليلا من المتخصصين ومن الذين لهم خبرة ألحقناهم بهذه الوزارة عددهم ثلاثة أربعة ما هو عدد أكثر من هذا لدراسة مسائل صاميمية بالنسبة إلى الشأن الدين ألحقنا موظفا لإحكام سير المساجد وتعرفون قضية المساجد بان الثورة والحمد لله هذا الذي ألحقناه قام مع رفاقه الإداريين بدور عظيم في إحكام سير المساجد وإرجاع أغلبها إلى الوزارة ألحقنا شخصا أهتم بالحج والعمرة من أجل النظر في إصلاح منظومة الحج والعمرة وقد توفاه الله سبحانه وتعالى منذ أيام قليلة هو الأخ أحمد البرقاوي وكلف لمدة سنة بهذه المسألة في التواصل مع المعنيين وضبط مشروع إصلاحي للحج والعمرة ألحقنا شخصا آخر حول الخطاب الديني والتواصل مع الجمعات القرآنية وواحد في الإعلام وفي التواصل مع الأحزاب السياسية ومع المنظمات من أجل أن الوزارة ترتبط أيضا بالمجتمع المدني والمجتمع السياسي الوزارة إذا ما فيهش ملحقون بالدوان هذه نقيصة بل يقولون لابد أنه فيها متخصصون يبدون الرأي ويسهمون في تنفيذ سياسة للوزارة متى باعت العلاقة القائمة بين الوزارة والجمع الزيتونة وهل هناك اتجاه فعلي لإصلاح التعليم بجمع الزيتونة الجمع الزيتونة هو أحد جوامع تونس هو طبعا في المرتبة الأولى من حيث الرمزية التاريخية والقدم والدور الحضاري والعلمي وهو تابع وزارة الشمدينية من الناحية القانونية والنظامية أي الوزارة تشف على كل مساجد بما في ذلك جمع الزيتونة التعليم الزيتوني هذا مشروع طلب بعد الثورة وهو مشروع حضاري وهو خيار مهم وطني ثوري كل الشعب التونسي من حقهم أن يحافظوا ويطوروا التعليم الزيتوني لأن التعليم الزيتوني هو تعليم إسلامي ديني خاضه جامع الزيتونة عبر القرون وأسهم به في بناء الشخصية الوطنية وفي الإشعاع بالثقافة الإسلامية وفي ربط الصلاة العلمية مع الشرق والغرب ما هي الخطوة التي قامت بها الوزارة لأصلاح هذه الوزارة قامت بالنسبة للتعليم الزيتوني هي تشجع عليه هي وقعت على استئنافه هذا التعليم الزيتوني تعتبره مشروعا يحتاج إلى رؤية متكاملة يقوم بها كل المعنيين من زيتونيين ومن علماء ومن خبرات مختلفة في الدافع والخارج قامنا مؤتمرا في العام الماضي حضره بعض الإخوة من دول المغرب وموريطانيا والجزائر وليبيا اللي عندهم تعليم شبيه بالتعليم الزيتوني التعليم العتيق والتعليم الأزهري وتعليم المحاضر في موريطانيا وهي الآن وزارة تعتبر هذا المشروع مشروع إصلاحي جوهري حضاري يحتاج إلى رؤية متكاملة ليست موضع مدة زمنية قليلة بل هي مشروع حضاري طويل يحتاج إلى وقت يحتاج إلى جهود يحتاج إلى استراتيجية كاملة يسهم فيها الجميع ربما الوضع الاستثنائي الآن لا يسمح بإعداد هذه الرؤية وإنما عندما تستقر الأوضاع يكون المشروع قد اكتمل إن شاء الله وإن كان قد وضعت مقدماتها الآن وما زال فيه نضر فيه استعداد من أجل أن يكون هذا التعليم تعليما متكاملا منهجا وشكلا ومؤسسة وقانونا وغير ذلك مما يجعله يرتقي ليكون تعليما قويا راسخا منظما له أثره وله أيضا معياره وتنظيمه من حيث الانسجام والتراكم والنتيجة والترقية والاعتماد في التدريس والاعتماد الداخل والاعتماد الخارجي والتوظيف الوطني والخارجي في ابتعاث الأيمة في المدرسين الوزارة لم تنجح نهائيا في السيطرة على كل المساجد كيف تفسرون هذه الصعوبة؟ أقول عكس هذا تماما الوزارة قد نجحت في إعادة المساجد إلى إشرافها وإلى تنظيمها والدليل على ذلك أن الوزارة أرجعت أغلب المساجد الآن عنا خمسة لاف وثمانية وثلاثين مسجدا وجامعا في الجمهورية التونسية خمسة لاف جامع ومسجد هو تحت إشراف الوزارة هناك سبعون مسجد لا لا سبعون هذه إحصائية قديمة نحن الإحصائية كانت في الأول ألاف وبعد تحولت إلى مئات وبعد تحولت إلى عشرات نحن نشدي الحساب لأننا نتعامل بتقارير وإحصائيات وبينات واضحة الآن العدد من المساجد اللي ما زالت فيه انفلات واضطراب عدد قليل جدا أقل من خمسين وأبشر الشعبي أقل من خمسين وعدد منها فيها قضايا قانونية خمسة لاف مسجدا وجامعا كلها تحت إشراف الوزارة وقد كان هذا نجاحا منقطع النظير للوزارة في ظرف استثنائي وفي ظروف صعبة الله وحده يعلم بها وزارة ليس لها فروع جهوية ولا محلية فقط عندها مبنى مركزي في العاصمة وليس عندها إطار إداري كاف وليس عندها مستلزمات وقومة دي ولكن مع ذلك صمدت وثبتت وقامت بهذا الجهد المبارك وإذا كان واحد يريد أن يقوم حقيقة ينطلق من المعطيات وينطلق من الإمكانيات أما مجرد الكلام هكذا فالمتفرج فارس والفاضي قاضي كما قيل شكرا لكم سيد الوزير على قبول الدعوة وعلى هذه الإضاحات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته